بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس العشرون بعد المئة الحمد لله وحده على جزيل نعمه ووافر كرمه صلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد تكلم الشيخ رحمه الله في فصول عن الملائكة وأعمالهم فقال ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقلى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم إلى قوله والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقذ إن كل نفس لما عليها حافظ قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من طول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى أن قال رحمه الله والملائكة أصناف منهم من هو موكل بالعبد دائما ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون فتركناهم وهم يصلون ومنهم ملائكة يتتبعون مجالس الذكر وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيل فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس فهذا كله جاءت به الأحاديث الصحيحة أما أنه كل تبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء وسئل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك قد غيل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الملائكة والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر كما قال عبد الله بن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر وقال ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى وإذا علم بها الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم وسئل رحمه الله عن عرض الأديان عند الموت هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتفتنون في قبوركم ما المراد بالفتنة وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجاز بأعماله الصالحة التي قبل الردة أم لا فأجاب الحمد لله رب العالمين أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام وهذا كله من فتنة المحياء والممات التي أمرنا أن نستعيد منها في صلاتنا منها ما في الحديث الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيد في صلاتنا من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم لأنه وقت الحاجة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأعمال بخواتيمها وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولهذا رؤية أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظهروا به أبدا وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول لا بعد مشهورة ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال عكرمة لما نزلت هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال الله لهم ولله على الناس حج البيت فقالوا لا نحجه فقال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام الديني ومحمد النبي ويقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فينتهرانه انتهارة شديدة وهي آخر فتنة وهي آخر فتنته التي يفتن بها المؤمن فيقولان له كما قال في الأول قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته